برج العرب انا شايفة عندك هنا في الطاقة بتاعتك انا شايفة فيه تعلق او فيه امور عالقة يعني مفيش حاجة حصلت بشكل تام فيه امور عالقة عندك او انت حاسس او انت تكون مستسلم لامر الماء في الوقت الحالي حاسس انك ضحية ظروف معينة في الوقت الحالي وضعك مفهوش بقوة في الطاقة الحالية بعكس الشريك يعني بعكس الشريك هو ظاهر بيننا انت ظاهر عن جلمان وهو ظاهر المجيشة شايفة فيه امور فيما يخص انفصال شايفين هنا فيه كلام عن انفصال انفصال عن شخص فيه بينك واختلاف انت بتحس ان الشخص ده طوأم روح شايفة برج العقرب عاوز فرصة جديدة في العلاقة اللي فيها انفصال تمام شايفة برج العقرب فيه انفصال فيه عندك مسئولية فيه محاولة لموازنة الامور شايفة فيه هروب او بتاعد شايفة ان العلاقة دي ممكن كانت علاقة فيها حب فيها مشاعر علاقة سلمات حصل فيها نزاع للبعض ممكن تدخل طرف ثالث كمان اسباب الانفصال شايفة هنا كمان مشاكل اسرية ممكن يكون اعتراض من الاسرة للبعض منك وللبعض ممكن دي تكون مشاكل اسرية بينك وانتو يعني بين هنا ممكن يكون الكلام عن اشخاص موجودين في زواج تمام طيب فيه عندنا برضو خداعة بالنسبة لبرج العقرب برج العقرب انت بتتعامل مع شخص غامض جدا 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 شايفة هنا فيه طاقت غموض ممكن كمان بتتعامل مع شخص ممكن يكون روحاني ممكن يكون بيستعمل او فيه حاجة خارجة عن ارادتكو فيه ما يخص جوانب السلبية او اعمال السحر او الحاجات دي كلها كانت سبب فيه شخص تدخل بطاقة مؤذية في القسرة دي اه سبب ليها اه 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 اذا و اظهر مساوئ كتير قوي موجودة اه في العلاقة دي شايفة كمان هنا فيه مرقبة اه بشأن شخوك في وجود طرف ثالث او ان شركك ممكن يكون فيه عنده طرف ثالث او شركك برقبك على انت ممكن تكون اه اه فيه عندك اه اه طرف اه 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 طرف تالث اه اه شايفة هنا كمان طاقة من العند موجودة بين الترافين فيه مرقبة كمان بسبب وجود ممكن اطفال في العلاقة شايفة هنا فيه ابتعاد بسبب اه اه عدم قدر على اتخاذ قرار البعض كمان بسبب وجود او تدخل اه طرف اه تالث لكن انا شايفة فيه عودة لكن فيه عودة فيها شروط ومن ضمن الشروط اه 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 ابتعاد ابتعاد عن محيط ماه عن وضع ماه عن طرف ثالث عن 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 مشاكل اه شايفة كمان من ضمن الشروط في حاجة تخص التحمل المسئولية أو حاجة تخص الأوضاع المادية أنا شايفة هنا معك برج العقرب شايفة برج الجوزاء برج الحوت الثور برج الحمل ممكن كمان برج الدم الأبراج الموجودة معك ممكن كمان برج الويزان ايه اللي ممكن يحصل شايفة في مسئلة وقت في توها يعني انتوا في مرحلة هتنتقلوا بيها منها لمرحلة تانية بعد وقت بعد وقت للبعض هنا كمان في مشاعر ممكن هنا كمان في كراش للبعض هنا في مشاعر مختفية أو مخفية أو محدش يعرف عن الآخر بسبب عدم التصريح بمشاعر اخفاء المشاعر مفيش هنا انتم مش موجودين قدام بعض أو محدش قدر يحدد أو يتقيل مشاعر الآخر بسبب بعض مسافة برج العقرب شايفة ستة بعضكم ممكن يكون بيتعامل مع برج الأسد زي ما قلت او السرطان او الحمل لكن شايفة في عندكم في شخص بيعاند في شخص بيعاند عايز هو يقود عايز يكون متحكم عايز يكون مسيطر ممكن الشخص ده كمان ممكن اكتر دلوقتي فهو حر قراره قادر ان هو يحدد او شايف ان القوة في ايده هو او هو اللي يقدر يوجه الطاقة او هو اللي يقدر يوجه العلاقة فهو مستغل الطاقة دي هل يوجد عودة هل يوجد عودة برج العقرب منفصلين هل يوجد عودة او ثلث او 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 محاولة للخروج من العلاقة لكن بشكل ممكن يكون مش مؤذي يعني بشكل ممكن يكون ثالث شايفة شخص ممكن يكون فيه فعلا دخول الطرف ثالث فيه احساس بالندم وبخسارة لكن انا شايف هنا في حالة لو فيه زواج فيه زواج او فيه اسرة فيه احتمال للعودة مع شفاء للحصل او شفاء للعلاقة زائد وجود اتفاق بوجود اشخاص اخرى يعني شخص اخر او انك تخدو رأي حد يكون متخصص في الامور دي بالنسبة للمتزوجين بالنسبة لو حد فيه كرش فانا شايفة ان البعض هنا فيه المشاعر حب المش معترف بيها او لسه ما صرحتوش بيها البعض مدرية والبعض بيحس ان الطرف الاخر ممكن يكون متلاعب او هو شخص مش جاد في العلاقة لكن الشخص ده هو في علاقة زواج فيه طرف ثالث وفي علاقة زواج وده سبب ان الشخص ده مش قادر يحدد او مش قادر يكرر في الوقت الحالي او مش قادر ياخد قرار في الوقت الحالي وعشان كده تباني العلاقة ان هي مش واضحة ملهاش معالم وان العلاقة ممكن تكون ان اف شوية في الفترة دي هل تستمرك كده مستمرك كده شوية بسبب وجود علاقة زواج برج العقرب شايفة فيه احساس بنادم احساس بخسارة لكن ممكن حل الموضوع باتفاق ان يحصل اتفاق لان شايفة انت بتواجه او انت بتتعامل مع شخص عنيد او شخص اكتسب قوة معينة فيه شخص اكتسب قوة والشخص ده مش هيتنازل يعني مفيش هنا كمان نسيان للماضي او تخطير مرحلة الماضي او مشاكل الماضي زي ما نقول او شخص اكتسب قوة حس ان هو تحرر في الوقت الحالي التفكير عندك انت فيه امور غمضة عندك انت كمان بالنسبة اللي بيسأل عن كراش ففيه امور غمضة في العلاقة قديم لو انت متعرفش هم الشخص ده متزوج او مش متزوج فالشخص ده هو في علاقة زواج بالفعل هو متزوج والعلاقة زي ممكن تكون فيها امور غمضة زائد انه ممكن يععد عليك ارتباط سري او شكل ارتباطك بشكل علاقة سرية بالنسبة لموليد برج العقرب العازبين من القادم انا شايف ان فيه اخبار هتجيلكم فيه اخبار ان العازبين هتجيلكم بشأن حاجة انت مثلا كنت مستنيها او حاجة انت شايفة فيه كمان هنا دفاع عن النفس امور انت كنت شاكك فيها هتوضح لك زائد لبعض العازبين من برج العقرب انا شايف ان كان فيه حاجة في الماضي يعني كان فيه عندك حاجة في الماضي ممكن عقرب هنا بيسمع منفصلين او مطلقين او كده فبيقولك حاول انك انت تستفيد بس من الدروس الماضي تنسيها تكون بمثابة درع او حماية ليك من الامور اللي جاية شايفة الماضي بالنسبة لبرج العقرب عازبين مجهول نوع المال برج العقرب عازبين من القادم او شايفة فيه بداية جديدة شايفة فيه بداية جديدة وشايفة فيه انتصار شايفة فيه انك تقف على رجلك من اول وجديد تستخدم كل امكانياتك حتى لو البداية لسه بسيطة لكن شايفة هنا كمان فيه نصيحة انك انت تكون متحمس لشيء جديد او بداية جديدة وتحاول تستفيد من الدروس الماضي بعض العازبين ممكن يكون هنا بيسأل عن عرض شخص من الماضي فانا شايفة هنا الموضوع لسه ممكن مازال مجهول او غامض زايد ان هنا بيأكد لك ان فيه بداية جديدة وانت عندك القدرة على انك تبدأ البداية دي ده بالنسبة للعازبين اللي اقدر اقوله كمان في مواليد برج العقرب بالقراءة العامة او بشكل عام انا شايفة فيه علاقة فيها شخص بقى متحكم اكتر يعني انا شايفة فيه قوة في الوقت الحالي اللي احنا بنتكلم فيه اتسلبت منك انت او ما بقتش موجودة عندك انت اه تمام وفيه شخص الاخر انت بتتعمل مع شخص ممكن يكون اصبح شخصا مش سهل في الطاقة الحالية زايد ان هو ممكن يكون بيستخدم قوة روحية فانت خلي بالا كلمة حاجة زي كده انا مش شايفة سلبية انا شايفة ان هو بيستخدم حاجة لسطحه هو برج العقرب والوضع يتحسن اه انت محتاج تعمل شفاق بقى شفاق من تعلق شفاق من حاجة زايد انك انت تسامح هنا كمان ذكرلك انك تسامح وتتعلم اه محتاج انك انت ممكن تكون انت رافض انك انت تسامح او انت حاسس انك مع حد رافض انه هو ويسامحك فهنا بيقولك فيه شفاق لازم يحصل فيه تسامح بناء عليه وفيه حركة لازم تحصل مدك لان انا شايفك انت واقف في مكانك ممكن تكون انت حاسس ان الطاقة واقفة او انت مفيش في ايدك حدا تعملها لكن هنا بينصحك انك انت فيه في ايدك حدا تعملها بيقولك تك اكشن او خد حركة او ابتدي شوف ايه التغير اللي المفروض اللي انت تعمله زايد موضوع الشفاق ده يعتبر حركة او يعتبر طاقة جديدة او يعتبر تصرف وتسامح نفس الشيء لكن هنا بيبشر بوجود الطاقة دي او الاشياء دي انك انت تمشي فيها ان فيه وضع يتحسن المهم ان انت تخرج من طاقة التعالق او طاقة استسلام او طاقة فيها تضحية زيادة عن اللزوم ممكن تكون انت بالضحي في الوقت الحالي فخلي بالك من طاقة زي كده استعيد توازنك مرة اخرى حوال انك انت تتوازن تاخد خطوة للامام تعمل شفاق تنسى او تسامح وتتعلم كل الامور دي مهمة في الطاقة بتاعة شهر ستة علشان تنتقل لطاقة مختلفة بعلاقتك العاطفية سواء عازمين او منفصلين او مرتبطين التجديد بيحصل او بيجي من ان انا اغير من الطاقة تحت ااخد خطوات مختلفة او ااخد حتى خطوات سواء مختلفة او مش مختلفة اتجاه الهدف اللي انا عاوزه علشان يحصل التغيير مفيش تغيير بيحصل في تجمد او في جمود او في وضع او طاقة استسلام حتى لو التغيير حصل ممكن يكون بمش بالشكل اللي يرديني لان هو خارج عند قرابتي ولان هو حاجة مش انا المتحكم ومش انا اللي بقدر اتصرف فيها شكرا جدا برج العقرب